السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حبيت اشرح لكم طريقة عمل وتثبيت برنامج الانستوريس طبعا هذا البرنامج الخاص بتحميل البرامج مجانا اول شي ندخل على السيديا نروح للبحث ونكتب اسم البرنامج فوق في البحث انستوريس بعدها راح يظهر لنا نحمل اخر اصدار رقم خمسة تضغط عليه بلين تضغط فوق على يمين ويجيك تثبيت تضغط على تثبيت طبعا نمثبت البرنامج فما راح يظهر لي اللي هو التثبيت بعدها يظهر لنا البرنامج هنا زي ما اتم شايفين انستوريس ندخل عليه اول شي عندنا هنا نضغط على زر الهوم او عفوا خيار الهوم بعدين اعدادات اول خيار عندنا اللي هو التثبيت اوتوماتيك يعني يثبت لك يا مجرد ما يتحمل البرنامج يثبت لك يا من نفسه فعله طبعا هذا اول خيار الخيار الثاني بعد ما يثبت البرنامج يحذفه من الانستوريس يعني فعل اول ثلاث خيارات بعدها نروح البحث نريكم او شي تكتب اسم البرنامج هنا بعدين راح يظهر لك زي كنا نكتب الواتس اوب مرة ثانية اول رابط اللي هو من اب ستور يدخلك على اب ستور نفسه بس بيكون غير رابط مجاني بعدها هنا عندنا الاسدار زي ما انتم شايفين فوق 2.8.2 هذا اللي هو اخر اسدار اي رابط من هنا تضغط عليه راح يحمل لك اخر اسدار الاسدار اللي قبله تنزل تحت هنا عندنا تشوفوا الرقم ظهر لنا الرقم اللي قبله 2.8.1 وهكذا طبعا هنا نبغى اللي هو اخر اسدار تضغط على اي رابط 3.8.2 وتكتب الحروف المطلوبة والارقام 4.8.2 بعدين نغو بعدها نضغط على سلو داونلود وننتظر الثواني تخلص ويظهر لنا اللي هو الرابط التحميل موسيقى موسيقى عندنا رابط التحميل هذا زي ما انتم شايفين مجرد ما تضغط عليه راح يتثبت عندك البرنامج طبعا أنا لمثبتها عندي فما يحتاج أني أضغطه click here to download بعدها راح يتثبت لك البرنامج وأتمنى أن يأفدتكم بالشرح تابعوني على التويتر Arabs Apple السلام عليكم ورحمة الله وبركاته